قبل ما تبدأ موسم جديد لازم تخلص القديم الأول والحقيقة وانت بتخلص الموسم ده في قدام الجمهور حاجات محتاجين نتطمن عليها ونشوفها يعني صحيح الفرقة يمكن أغلب الاسكواد الأساسي أو الرئيس اللي عبنا به الموسم من بدايته يمكن يكون مش موجود مع اختلاف الأسباب لكن في النهاية انت عندك جهاز فن جديد تولى المسئولية عايش تشوف لي بصمات تخلص لحد كبير جدا من حالة الضغط اللي كانت حصل عليه فبالتالي عنده الأريحية انه يشتغل ويبين يعني بصماته على الفريق عندك عناصر جديدة بتلعب في المسابقة عايز تعرف منها مين اللي ممكن تكمل أو تراهن عليه باختصار شديد جدا الخمس مطشاط اللي جايين بالنسبة لأهلي بصرف النظر عن فكرة المنافسة اللي مزالت قائمة بالمنافسة يعني رقميا أو حسابيا لسه موجودة لكن في أهداف تانية مهمة جدا انك انت تطلع بيها من الخمس مطشاط المتبقية عن المرحلة دي وعن مرحلة الاستعداد لمسم مهم جدا 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 بشوف المسم الأهم يمكن في الألفية الجديدة كلها المسم اللي جاية يكلم أكتر مع عظيفنا ونجمينا النهاردة كابتن أحمد فوزي اللي بشرفنا فيه السادسة وحشنا بقال وكتير قوي مطلش علينا ساخر يا بحمد نور الدنيا يا ربنا عزك ويا كريمك ده نورك يعني يا رب تتلقى على الحلقة خفيفة كده إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله منستمتع دايما موجودك وعنديش شكل إن شاء الله منستمتع بوجودك وبرأيك وكلامك عندي حاجات كتير جدا بس قبل ما أدخل في التفاصيل أخد تقييم عام يعني على المرحلة الأخيرة اللي تولى فيها ريكاردو سوارش المسئولية إيه الحاجات اللي شفتها وصيبك من قصة المنافسة أنا بكلم على الكورة على الأداء على الفريق إيه الحاجات اللي شفتها تقدر تقول عليها حاجات إيجابية ظهرت في الفترة الأخيرة وإيه الحاجات السلبية اللي شايف عن إنه سوارش وجهازه المعاون علي إنه هم يشتغلوا عليها قبل ما نبدأ موسم جديد على بياض زي ما بيقول خلينا نقول عشان على بياضي الحمد لله إن اللعيبة كبيرة رياحت أنا شايف إنه دي أكبر خطوة إيجابية وبدل ما تشتري خمس ست لعيب بدل ما تقولت هتشتري اتناشر لعيب مثلا أو الناس كتبت طالب بده في وقت من الوقت إنت شتريت قريدي ست سبع لعيبة براحتهم الفترة دي زي السلية زي معلول زي الشناوي زي أفشا زي شريف زي النهاردة ديانج خد بيئة الراحة بتاعت الموسم وما بيش يكمل خمس مطار رجع علينا دينج اللي نعرف بس عايز تشتري رياحهم انا اشترينا اكتر من ثمان لعيبة أو تسع لعيبة براحتهم دي رقم لازم للناس تبع عارفه كويس لان السكواد النادل الاهلي كأسماء كأسماء يعتبر هو أكبر سكواد في أفريقيا ولكن فترة اللي هي الإرهاق الزيادة عن لزوم وتوالي المباريات كل 3 ايام وواواواواواواواوا واوواواوا دي أسرت عليهم بالسلب نهيك ان هم كانوا جايين من فترة بقالهم ثلاث سنين ما بيرايحوش. فبالنسبة لك دي انت بتشتري لعيبة جديدة لنجل. طبعا. دي وجه نظر. والاسابات العضلية يمكن الحقيقة يمكن. ما انت الاسابات العضلية كده كده بتحتاج راحة من أسبوع لعشرة يعني. اللي هو المزء مثلا زي عاب قادر المزء بتاعه. الشريف لما تمزء بيحتاج من راحة سلبية من أسبوع لعشرة. طب انت خليت الراحة بقت عشرين يوم. وهترجع تبتدي فترة إعداد. فهيرجع كل العضلات سليمة ان شاء الله. فانا شايف لا يعني الاهلي كسب كتير جدا 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 بيراحت اللعيبة دي. ده دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية شايف ان مستر سوارش بيني وبينك مظلوم. جي في وقت اللعيبة كلها الأساسية مرهقة تعبانة. اكيد ان كابتن محمود قال له ان احنا مش يعني مش هنبقى. النتائج مش هتفرم معنا الفترة اللي جاية. نحن نكسب ثلاثة اربعة لعيبة شباب. وقدرنا نكسب أحمد ساد غريب ونكسب زياد طهاري. ونكسب محمد أشرف. ده اكبر مكسب لنا محمد أشرف. ان احنا كنا بندور على باكلفت. وعملين نبص واجعين دماغنا على باكلفتي. رايح علي معلول. لا ده محمد أشرف قوي. ولعيب كرة هايل. ولعيب ايجابي من وجهة نظري. يضاهي علي معلول. واستنوا بعد سنتين لعب. هتشوفوا محمد أشرف ده عامل ازاي. الجمهور ما بيستناش يا كابتر أحمد. محمد أشرف.